أخونا حسين سأل عن العقيقة على الحفيد إن شاء الله أسأل ربي أن يبارك في كل الأحفاد وفي كل الأولاد والبنات اللهم آمين هي سنة سنة في حق القادر عليها وكل غلام يعني مرتهن بعقيقته رهين بالعقيقة ربما بركته خيره بره إلى غير ذلك وقد عقى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين عليه الصلاة والسلام بيسأل بالنسبة للولد يعني تزبح شاتين خروفين أو لو زبحت خروفا واحدا يكفي يكفي لأنه عقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لديك سعا وقدرة فلتزبح زبيحتين عن الولد وزبيحة عن البنت كيفية التوزيع وهل يجوز لنا أن نأكل من لحم عقيقة؟ نعم يجوز لنا أن نأكل من لحم العقيقة وتقسيم العقيقة كتقسيم لحم الأضحية بإمكاننا أن نأخذ السلس أن نهدي السلس أن نتصدق بالسلس أن نأخذ نصفها أن نوزع نصفها أن نطبخها جميعا وأن نوزع طعاما على الفقراء وعلى الأغنياء كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى وأسأل ربي أن يبارك وأن يتقبل من الجميع أخونا محمود بيسأل يقول نحن نصلي وكأنه كان يشير يعني الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ما كان يعني ذكرا لله وما ولا أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني أنا أقول لأخي محمود يعني كل عمل نؤديه في حياتنا لأنفسنا لأولادنا لربنا بالنية يتحول إلى طاعة إن شاء الله الرجل الذي يخرج من بيته ليكدى ويشقى ويتعب ليوفر لأسرته طعاما حلالا يغنيه ويكفيه عن الحرام هذه طاعة لأن طلب الحلال فريضة طلب الحلال فريضة المسلم يتحرى ويبحث عن الحلال الذي يتقن عمله الذي يدر عليه دخلا ابتغاء مرضات الله تعالى التي تتفانى في خدمة زوجها والتي تنتصر على نفسها وتمسك زمام لسانها فلا تتلفظ إلا بما يسعد قلب زوجها هذه مأجورة وهذه عبادة إن حسن تبع للمرأة لزوجها طعا وعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله فأمر العبادة ليس محصورا في المساجد بل نحن يعني نتزود بزاد إيماني في المساجد ينفعنا خارج المسجد ونحن في خارج المسجد في بيوتنا في أماكن عملنا في تعاملنا مع غيرنا هذه جميعا طاعات أحباتي بيسأل طيب كوننا نلعب الورق إذا كان لعب الورق هذا أو الضمن أو غير ذلك يشغلني في الحقيقة عن طاعة لله عن أداء حق عن تحصيل علم عن قضاء مصلحة فأنا في الحقيقة أنا أضيع وقتا غاليا والزمن هو رأس مالنا وكل مفقود يرجى له أن يعود إلا الزمن الزمن يقف على الحياد ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي منادي بن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة كما جاء في مرسيل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه والوحد أحبتي صديق ودود إن اغتنمنا أو عدو لدود الذين يضيعون أوقاتهم في السهر أقول هذا لأبنائي وبناتي في العطلة الصيفية الذين يسهرون طوال الليل ينظرون في اللابتوب أو في الأيباد أو في التليفونات ويتنقلون عبر المواقع وغيرها هذا رأس مالكم الحقيقي لا تضيعوه أحبتي لكن هل يمنع ذلك إن الإنسان يعني يروح عن قلبه بعض الوقت لا مانع أن تروح عن نفسك ساعة وساعة لكن بشرط ألا تتحول حياتنا إلى لهو وإلى لعب لكن بإمكاننا أن نروح عن أنفسنا بعض الوقت وأن نشغل معظم أوقاتنا بما يعود علينا بالخير والنفع في معظم الأوقات إن شاء الله تعالى